السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب الصف الاول الاعدادي ان شاء الله مع اذن الله هنكمل مع بعض الترم التاني وهناخد اول حاجة من دروس الوحدة الولى درس الاول عناصر المناخ اولا لازم نبقى احنا عارفين عناصر المناخ لازم نعرف الاول ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الارض مستقرة للانسان فمضى الله الارض بكل عناصر الحياة واول هزي العناصر هو المناخ لانا باختلاف المناخ تختلف اشكال الحياة على سطح الارض حتى تصبح نظاما بيئيا صالحا يعيش فيه الانسان والحيوان والنبات في علاقات متكملة ومتوزنة فهنتعرف على الدرس ان شاء الله النهاردة عن الحرارة ادي اولا الضغط الجوي والرياح ثانيا والامطار ثالثا اولا هنتكلم مع بعض عن المناخ او الفرق ما بين المناخ والطقس اولا المناخ هو متوسط حالة الجو في فترة زمانية طويلة من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والامطار اما الطقس وصف حالة الجو في فترة زمانية قصيرة قد تكون يوما او يومين او اسبوعا من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والامطار طيب لم يجي يقول لي على الفرق بين المناخ والطقس في التعارفين اللي احنا قلنا عليهم دلوقتي ايه الفرق ما بينهم قال لي هيبقى الفرق هو في الفترة الزمنية التي يغطيها وصف حالة الجو اولا هنتكلم بعد كده عن عناصر الحرارة او عناصر المناخ هنبدأ بالحرارة بيجي سأني سؤال مهم جدا في الاول خالص بيقول لي الحرارة هي اهم عناصر المناخ الحرارة هي اهم عناصر المناخ اولو ايوة طيب لو قال لي بما تفسر تعد العناصر او تعد الحرارة اهم عناصر المناخ اولو لانها تؤثر على باقي العناصر طيب العناصر دي اللي هي قال لي الضغط الجوي والرياح والامطار كمان لازم تبقى انت عارف ومعلومة انت خدتها في الترمي الاولان ان الشمس هي المصدر الوحيد للضوء والحرارة على سطح الارض ولكن بتختلف درجة الحرارة من مكان لاخر على سطح الارض وده بيرجع لعدة عوامل اول العوامل اللي هنتكلم عليها هو اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض ترتفع درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء وتقل درجة الحرارة كلما بتعدنا عنها بما تفسر لأن أشعة الشمس تكون عمودية عند دائرة الاستواء ومائلة كلما بتعدنا عنها طيب بنيجي نتكلم عن العامل الثاني وهو التدريس اللي تقل درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة مئوية كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر بمعدل 150 متر لذلك يغطي الثلج أو الجليد بعض القمم الجبلية المرتفعة الموجودة في المناطق المدارية الحارة مثل قمة جبل كينيا في قارة أفريقيا بعد كده بنيجي نتكلم عن العامل الثالث القرب أو البعد عن المسطحات المائية فبنلاقي أن تتميز المناطق القريبة من المسطحات المائية باعتدال الحرارة صيفا ودفقها شتاء وده راجع للمياه اللي بتعمل على تلطيف درجات الحرارة عشان كده ممكن يسألك سؤال قولك بما تفسر تتميز المناطق القريبة من المسطحات المائية باعتدال الحرارة في الصيف ودفقها في الشتاء أولو لأن الماء يعمل على تلطيف أو تحسين درجات الحرارة في المناطق القريبة منه صيفا وشتاء بعد كده الغطاء النباتي يمنع الغطاء النباتي طبعا أشعة الشمس من الوصول مباشرة لسطح الأرض لذلك تقل درجة الحرارة في الغبات والمناطق المزروعة عن المناطق المكشوفة بلا غطاء نباتي آخر عامل من العوامل المؤثرة في درجة الحرارة وهو طول النهار فكلما طول النهار تتلقى الأرض كمية كبيرة من الإشعاع الشمسي مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها في فصل الصيف وكلما قسر النهار في فصل الشتاء انخفضت درجة الحرارة فتتلقى الأرض كميات قليلة من الإشعاع الشمسي فيؤدي إلى خفاض درجة حرارتها ثانيا هنتكلم عن الضغط الجوي والرياح الضغط الجوي طبعا لازم تبقى تعرف أنه هناك طبعا علاقة ما بين درجات الحرارة وكل من الضغط الجوي والرياح حيث يؤدي اختلاف درجة الحرارة إلى اختلاف مناطق الضغط الجوي فبنجد أن المناطق المرتفعة للحرارة ذات ضغط الجوي منخفض والمناطق المنخفضة للحرارة ذات ضغط الجوي مرتفعة وده علاقة عكسية فده طبعا بيجينا بيقول لي سؤال النتائج المترتبة على اختلاف مناطق الضغط الجوي وده طبعا هنلاقيه في الأسئلة اللي موجودة في التدريبات هقول له أدى إلى تحرك الهواء حركة أفوقية من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض ويظهر ذلك على شكل رياح مختلفة الأنواع وباللاحظ طبعا كمان أن الرياح مختلفة الأنواع يعني فيه أنواع للرياح هي الرياح الدائمة والموسمية والمحلية ونسيم البر ونسيم البحر وهنتكلم عليهم دلوقتي بالتفصيل أولا الرياح الدائمة من حيث التعريف قال لي هي رياح تهوب بانتظام طوال العام من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض وأنواعها هي الرياح التجارية والعكسية والقطبية ببدأ أولا بالرياح القطبية التي تهوب من مناطق الضغط المرتفع عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي إلى منطقتين الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية طيب الرياح العكسية قال لي بتهوب من مناطق الضغط المرتفع عند دائرتين عرض 30 شمالا وجنوبا وتأثيرها طبعا أنها بتعمل على تدفئة الجو يعني المساحة اللي بتغطي فيها الرياح العكسية بتعمل لها عملية تدفئة وبتنتقل طبعا من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية بعد كده وأخيرا الرياح التجارية وده آخر نوع من أنواع الرياح الدائمة بلاهب من مناطق الضغط المرتفع عند الدائرتين عرض 30 شمالا وجنوبا إلى منطقتين الضغط المنخفض عند دائرة الاستواء وبتعمل الرياح التجارية على تلطيف درجات الحرارة ويسألك سؤال يقولك بما تفسر بتقوله طبعا لقدمها من مناطق أقل حرارة ببدأ بعد كده انتقل بك إلى الرياح الموسمية ده تاني نوع من أنواع الرياح وهي طبعا في تعرفها هي الرياح التي تغير اتجاهها موسميا بين الصيف والشتاء أنواعها رياح موسمية صيفية وعلى طول بسميها ممطرة لأنها تهب من الماء من ناحية الماء إلى اليابس زي الرياح الموسمية الصيفية اللي بتيجي من مناطق جنوب شرق أسيا التي تسبب الأمطار الغزيرة والرياح الموسمية الشتوية على طول برضو لازم تقولها أنها رياح جفة يعني ما بتمطرش لأنها بتهب من اليابس إلى الماء ثالثا الرياح المحلية وهي رياح ذات تبسير محلي تهب فوق مناطق محدودة من سطح الأرض وطبعا دي هنعرفها لأن فيه نوع منها بيهب من عندنا هنا في مصر أو بيقى موجود داخل مصر في شهور معينة زي رياح الخمسين اللي تهب على مصر في فصل الربيع وهي رياح محملة بالرمال والأتربة وعندنا رياح كمان بتهب في السودان اسمها رياح الهبوب نيجي نتكلم أخيرا عن نسيم البر ونسيم البحر اللي يعتبر طبعا نوع من أنواع الرياح الموسمية وده بيحدث نتيجة اختلاف درجات الحرارة على اليابس والماء المتجاورين أثناء النهار والليل ولازم تعرف أن نسيم البر يحدث نهارا لما بترتفع درجة الحرارة فوق اليابس فطبعا فيرتفع الهواء إلى أعلى ليه بيرتفع الهواء إلى أعلى؟ لأنه بيسخن ولما بيسخن الهواء بتقل كسافته فبيصعد إيه إلى أعلى ويحل محله هواء بارد يهب من ناحية البحر وتعرف هذه الظاهرة بنسيم البحر نسيم البر ده بيحدث ليلا حيث يكون الهواء فوق الماء أدفأ من الهواء فوق اليابس فبيرتفع إلى أعلى ويحل محله هواء بارد يهب من ناحية البر وتعرف هذه الظاهرة بنسيم البر بعد كده هنتكلم عن الامطار وخلي بالك ان الامطار دي عامل من العوامل المهمة في عناصر المناخ لازم تبقى انت واخد بالك برضو منها طبعا هنتكلم عليها وعلى انواعها لازم ناخد بالنا ان هي الامطار بتحدث نتيجة تسخين حرارة الشمس للمسطحات المائية فبيتصعد بخار الماء وتحمله الرياح من مكان الاخر فيتكاسف وتسقط الامطار انواعه امطار تسعودية والامطار التسعودية دي طبعا اسباب سقطة هنتكلم عن